موسيقى بالكل الخير نحييكم مشاهدين الكرام من قناة الذفرة ونقدم لكم نشرة الأخبار نستهلها بالعناوين رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ملكة الدنمارك بالعيد الوطني لبلادها محمد بن زايد يشهد محاضرة بعنوان لا حدود للفضاء وسلطان القاسم يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة ويصادق على اتفاقية تعاون علمي بين جامعتي الشارقة وأتاوى الكندية موسيقى من العناوين إلى التفاصيل أهلا بكم بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى جلالة الملكة مارغريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادها كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان ولي عهد أبو ضبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملكة مارغريتا الثانية شهد صاحب السمو شيخ محمد بن زايد آلان هيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس المحاضرة التي استضافها مجلس البطين بعنوان لا حدود للفضاء دروس قيمة من تجربة رائدين الفضاء التوأم كيلي ألقاها مارك كيلي وسكوت كيلي رائد الفضاء بالإدارة الوطنية للملاحة والفضاء ناسا الزميل فهد بن عبدالله جساس التقى رائدين الفضاء التوأم وأخذ منهما التصريح التالي كيف يمكن أن تتكلم أن نتعلمنا في محاذا كيلي سنقاه نفسك فضوح سنتظر بأنه انا مجلس الوطنية نظر بأنهم نسأل ضربوا طريقات وهم من الموزن للحديث أن ترى ما ترى ما تحصل على ما ترى ما تحصل على ما ترى ما تحصل على كثيرا ومهما ترى جداً خاطئاً كما يبدأ مباشرة أعتقد أنها جميلة أنت في سبيل أمين تحلل مستوى لابدوات وعندما تحلل مستوى لجميع المستوى بعض الأمور لجميع تحلل ومسومة المترجم للعمقاء و هناك أكثر من أجل من المترجمات لأنها في المهمة فإنها في البيانات المترجم للغاية هنا في العامة لا يجب أن تكون مجتمع بها أنها ستواجة لأنها فكرتها فى أخرى و هناك اشتريون مجتمع و تكون محاولة و مهمة ومهم لن تجل الانتظار للخصوص إلى المهمة المعرفة التي تمت تجاريبا about 4 سنانة سواء أقبل أنني لم تناقل بالنسبة أي منهم لكن العلوية الأفضل فقط لا تتدفني أن يكون المعتادة تقدم أن يكون السترنة مثلناما يريدون المعرفة إنه مجتمع وكذور على تدفع يمترون لديك خالتير تتديك ومترون الى الرجال سمتترون بجوم هذا هو مجموعة التي ستكون هناك هذا ليس سوء، هذا مجموعة من العمل لكن يجب أن تذكر أنهم يجب أن يأخذ من أحد لذلك يمكن أن يكونوا من أحد المشاهد في هذا المشاهد يمكن أن يكونوا منهم ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة الاجتماع الخامس والأربعين لمجلس أمناء جامعة الشارقة الذي عقد بمكتب سموه بالجامعة وقال سموه إن خطط التطوير والبحث العلمي التي تعمل عليها جامعة الشارقة تعبر عن دأبنا في تعزيز مكانة الجامعة لتصل إلى المكانة المرموقة التي تصب إليها وبدأت مجريات الاجتماع بالمصادقة على محضر اجتماعه السابق ليطلع المجلس على تقرير قدمه مدير الجامعة الدكتور حميد النعيمي أشار فيه إلى أن الجامعة تطرح حاليا 96 برنامجا أكاديميا معتمدا في جميع الدرجات وأمر صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة بتخفيض 50% من رسوم السكن الداخلي للطلاب والطالبات تشجيعا لهم على استخدام السكن الداخلي للجامعة وفي سياق متصل صدق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة على اتفاقية تعاون بين جامعة الشارقة وجامعة أوتاوى الكندية وتقضي الاتفاقية بطرح برامج أكاديمية مشتركة لدرجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات الطب والعلوم الصحية والطب الجزيئي وهندسة الطب الحيوي وتقنية المعلومات الحيوية والهندسة والعلوم والهندسة الصناعية والإدارة والهندسة الكهربائية والإلكترونية وهندسة الحاسوب وعلوم التكنولوجيا أمن المعلومات والهندسة المدنية والبيئية استقبل سمو الشيخ حمدان براشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية وفد جامعة أفريقيا العالمية برئاسة الدكتور كمال محمد عبيد مدير عام الجامعة وبحضور سعادة عبد العظيم محمد الصادق القنصل العام السوداني في دبي وسعادة ميرزا سايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية الجدير بالذكر أن جامعة أفريقيا العالمية تضم أكثر من ثلاثين كلية ومركزا بحثيا وبها حوالي عشرة آلاف طالب وطالب من أنحاء أفريقيا والعالم يدرسون العلوم الإسلامية والطبية والهندسية فيما يبلغ عدد مدارس الشيخ حمدان براشد آل مكتوم في أفريقيا خمسين مدرسة ثانوية للبنين والبنات تابعة لهيئة آل مكتوم الخيرية ويصل عدد الطلاب بها إلى نحو عشرين ألف طالب وطالبة التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل انهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى دولة الفاتيكان ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل انهيان لقداسة البابا تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حافظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كما سلمه سموه رسالة خطية موجهة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تتصل بالعلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بالفاتيكان ودعوة للبابة لزيارة الدولة ضيفا عزيزا وكريما كما والتقى سموه السيد بول ريتشارد جالاجر وزير خارجية الفاتيكان وبحث معه المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين حضر اللقاءين سعادت الدكتورة حص عبدالله أحمد الاعتيبة سفيرة الدولة غير المقيمة لدى الفاتيكان شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك ألنهيان وزير التسامح أمسية في جامع الشيخ زايد الكبير بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني برعاية وزارة شؤون الرئاسة وبالتعاون مع مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف حضر الأمسية الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد ألنهيان وفضيلة العلامة معالي الشيخ عبدالله بن بية رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة وسعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وأصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وعدد من المسؤولين والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وفي ذات السياق نظم جامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي معرضا للصور بالتعاون مع جامعة زايد تحت عنوان قائد ملهم لجيل وفي بهدف ترسيخ قيم الوالد المؤسس في أذهان الأجيال المتعاقبة والتي ترجمت إلى أعمال فنية مستوحى من مآثره وقيمه طيب الله ثرى ويتضمن المعرض صورا أعمالا متنوعة عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آلنهيان قدمها طلبة كلية الفنون في جامعة زايد وأكد سعادة الدكتور يوسف العبيد للمدير العام لمركز جامع الشيخ زايد الكبير أن المعرض يهدف إلى إشراك فئة الشباب من جامعة زايد لترسيخ ما قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آلنهيان من بناء وتنمية وعطاء للإنسان والإنسانية داخل الدولة الإمارات وخارجها أصدر معالي ناصر بن ثاني الهام لوزير الموارد البشرية والتوطين قرارا بحضر تأدية الأشغال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك خلال الفترة من الخامس عشر من يونيو الجاري وحتى الخامس عشر من سبتمبر المقبل وأحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتها الصباحية والمسائية بثمان ساعات وفي حالة تشغيل العامل لأكثر من ثمان ساعات خلال الساعات الأربع والعشرين فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا إضافيا حسب أحكام القانون تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع الوجبات الإفطارية على ألاف الصائمين في محافظة حضر موت ضمن المبادرة الإنسانية لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم حرم ولي عهد الفجيرة تزامنا مع شهر رمضان المبارك في عام زايد وتستهدف الحملة الأحياء والمساجد والمستشفيات في المكلة والشحر والديس الشرقية والريدة وقصيعر ودوعا وأرياف المكلة وتريم وفي مديرية الضالع نظمت الهيئة أمس إفطارا جماعيا لأهالي حي الإسكان حيث تم تقديم أكثر من مئتي وجبة إفطار متكاملة لهم وأعرب المواطنون المستهدفون عن ارتياحهم الشديد لما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر من أعمال متواصلة تجاه الشعب اليمني قال العقيد الطيار روكن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرية في اليمن خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة للتحالف في الرياض إن قوات التحالف تقوم بعمليات إنسانية شاملة في اليمن من خلال الجهود التي تبذلها والمتمثلة بعمليات إعادة الأمل لدعم الشرعية بالداخل اليمني وأشار إلى ما تقوم به ميليشيا الحوث من أعمال غير إنسانية من خلال اعتدائها على دور الأيتام في العاصمة صنعاء وتجنيد الأطفال في ساحات القتال بالقوة الإجبارية لافتا إلى أن أعداد الأطفال الذين سلموا أنفسهم إلى الجيش الوطني اليمني بلغ سبعين في المئة تقريبا وإليكم الآن قراءة في أسواق المال الإماراتية في أبوظبي ودبي بعد الإغلاق وهذه درجات الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات والمتوقع اليوم غد بإذن الله وقبل الختام قراءة ثانية للعناوين رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ملكة الدنمارك بالعيد الوطني لبلادها محمد بن زايد يشهد محاضرة بعنوان لا حدود للفضاء وسلطان القاسم يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة ويصادق على اتفاقية تعاون علمي بين جامعتي الشارقة وأتاوى الكندية نشرتنا انتهت شكرا لكم على المتابعة وإلى لقاء موسيقى